موسيقى 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 العمر يرفع رأسك ضد الحقاء ضد الدول نافر لأسل الكرامة نافر قاد التجواء قاد التفقير قاد التفقير قاد التجوير قاد التجوير قاد التفقير أستاذ نوردينش تويطي مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بتطوان رئيس المجلس الجعوي للمفوضي القضائيين طانجة تطوان إدانة زميلنا الأستاذ سليمان برحوة كاتبه المحلف عبد النور البقالي اجتمع مكتب المجلس الجهوي وبعد دراسته المستفيدة لحيتيات وملابسة هذا الملف كان من الضروري أن نؤذر زميلنا ونقوم بإضراب عن العمل لمدة يومين في الأسبوع الفارض وهذا الأسبوع كان وقفة احتجاجية كان لابد منها أن تكلل عمل المجلس وذلك بالتنصيق مع كافة رؤساء المجالس الجهوية للتنديد من أجل الكرامة من أجل الحرية من أجل حماية المفوض القضائي من أجل العمل على تثبيت مصداقية عمل المفوض القضائي وتجويد خدماته بسم الله الرحمن الرحيم أعود بالله مشتر رجيم سليمان برحوة مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بطنجا فيما يخص المشكل اللي وقع في محكمة ديال السناف على أن المسألة كانت تتعلق بتبليغات يعني قم بها الكاتب المحلف وكان عبارة عن محاضر إخبارية على أنه مجوار يعني ما مجوار حتى شي واحد في السكنة وبالتالي كانت تفجأوا بأنه كان شكاية في الموضوع والمفاجأة الكبيرة على أن المحكمة الاستيناف يعني قامت بالإدانة سواء ديال المفوض القضائي والكاتب دياله علما بأن المفوض القضائي لا يقوم إلا بالإطلاع على الوثقة وهذا الحكم هذا اللي صدر أو لهذا القرار اللي صدر حقنا كان أعتبره قرار جائر وخارج عن المصار العادي وأنه لا يستند على أساس قانوني ولا يستند على البحث المعمق في الموضوع ونشكر جميع الزملاء اللي يعني حفوا إلى هذا المحكمة المساندة وأشكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله اسمي عبد النور البقالي كاتب محلق بمكتب الأستاذ سليمان بالروحة مفوض قضائي هذه الوقفة جاءت اليوم بناء على واحد الحكم مصدر هنا محكمة ديالستينا بالإيدانة حبسية نافدة في واحد الملف اللي جاء المصر دياله عادي بناء على واحد محضر إخباري اللي جل مفوض قضائي ولا الكتب ديالهم كي يعملوا نفس الإفادة هو أنه ترددنا ملقينة واحد وهذا هو الحقيقة وهذا ميلف ما كانش اليوم أو البارحة كان 2011 والشيكاية عملتها 2018 هذا المحضر كان عادي أنه مشينا انتقلنا للفيلة دقينا مفتحنا تواحد كتبنا هذه الإفادة لأنه ما كانت شي واحد قلنا على أنه ميلف عادي وتناقش في جميع المراحل دياله عادية بأدلة بكافية ولكن جل حكم لا حوله ولا قواته إلا بالله العليا العادل ولكن الآمل ديالنا ان شاء الله لوحول الله في إحكامات النقد اللي عادت القضي إن شاء الله في وفهم بعض دياله الميلف وعمش في مصر دياله الطبيعي فهذه المناسبة jewکى أشكر جميع المفوضين القضائيين وجميع المجاليس renderات في مغرب كامل اللي حضروا بهذه الوقفة إن شاء الله بحول الله اللي عادت تعطي نتائج مهمة بحول الله إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر